متى يشرع الصلاة إذا بدأ الكسوف إذا ظهر فإنه يشرع أن يبادل الإنسان إلى أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة فأمر بالفزع إلى الصلاة وهو إشارة إلى المبادرة والتقدم وعدم التأخر في فعل الصلاة متى يكون ذلك عندما يرى والرؤية قد تكون من الإنسان نفسه بأن يراه بعينه وقد يكون هذا بخبر الثقات فإذا أخبر بخبر الثقات بأن الشمس قد كسفت أو القمر قد خسف فإنه يبادل الصلاة مدم أنه خبر لا يحتمل الكذب بأن يكون خبر ثقات لا يتواطع على الكذب أو يمكنه أن يتحقق من ذلك لا يلزم أن يراه الإمام بنفسه بعينه فإذا أخبر وأدرك ذلك ورأى أن أحدا رأى فإنه يصلي لكن لو أن الكسوف حصل وكانت السماء مغيمة أو ثم تقتر ولم يشهد الناس الكسوف أو الكسوف فإنه لا يكون عند ذلك الصلاة لقول النمس والسلام فإذا رأيتموا هما فأنا أطى الآمق بالرؤية لا بمجرد العلم سواء كان بالحساب أو بغير ذلك من وسائل العلم التي يعلم بهالشي دون رؤيته إلا أن يكون خبر مرأة فإنه عند ذلك يكون كالرأي خبر الرأي يقوم مقام رأي الإنسان رأي الإنسان بعينه إذا كان من خبر الثقات ترجمة نانسي قنقر